يُشترَط في عروض التجارة أن يملكها بنية الاتجار وأن يملكها اختياراً فخرج به ما ملكه قهراً ولو نوى به الاتجار كالمال الذي يملكه بالميراث وخرج به المال الذي يملكه للاقتناء ثم تتحول نيته إلى الاتجار فإنه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكر الفقهاء رحمه الله في عروض التجارة وهذه الشروط لم يذكرها المصنف لأن فيها خلافاً وإنما ذكر ما اتفق عليه من الشروط وهو أن تبلغ قيمتها نصاباً